الشباب الزملاء الزميلات الإخوة والأخوات الأعزاء بنحييكم بكل تحية يحبونها صباح الخير مساء الخير سعيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كل مكان وفي كل زمان لأننا نعرفش الوقت الزمني لكم كيف يكون أشكركم على تواصلكم معنا اليوم اللقاء بتاعنا في معهن البنة هيكون عن معجزة أو شبه معجزة حد ست نتكلم عنها فيما بعد أنا كنت رسمت الرسمة دي منذ ثلاث أيام وضعتها على المنصة بتاعة الفيسبوك ولكن من الأسف محدش عارف يفسرها فأنا هتطر أن أفصرها لكم الآن أنا بشكر زملتنا الأستاذة آية بوزينة بعد ترتيب الشرايح وسنبدأ في العرض حاليا إن شاء الله الشريحة الأولى زينا يا آية الشريحة معلقة لا سمحت طيب أول حاجة بالنسبة لأخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات إحنا بنهنيكم بالعام الهجر الجديد ألف روامية أربعة واربعين ربنا يجعله خير ويمن وبركة على العالم كله مش على المسلمين فقط على العالم كله على العالم كله وطبعا الرقم ألف روامية أربعة واربعين بيساوي تلتاشر إحنا في الإسلام كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لا نتطير وانا نتشاء ما عندناش تلتاشر ده رقم وحش أو رقم بغير وحش إلى آخرة كل ده ما بنهمنش بيه مثلا أركب الطيارة ألاقي مثلا الكرسي اتناشر وابعدنا ربعتاشر وهم في تلتاشر ومش موجود أطلع في الأسنسير يعني في عمارة من العمرات أتلاقي اتناشر وبعدين أربعتاشر وهم يخلنا في تلتاشر مش موجود التطير وتشاءهم ده مش عندنا احنا كمسلمين ونحن متفقلين في هذا العام بالذات ليه؟ لأننا في نهاية هذا العام أنا كهاني البنة ربنا أكرمني بأن أنا سفرت لمدة الأسبوعين ما بين البصنة علشان مع مجموعة من المتطوعين في كندا على 15 أو 16 متطوع ومتطوعة علشان نشوف أثار التطهير العرقي اللي حدث منذ أكثر من 30 سنة هناك في البصنة وأثار مصباحة سري برنيستا اللي حصل في عام 1105 كانت نحن نكحة جدا 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 الحمد لله وبعدين اتقلنا منها لتركيا علشان نحضر الملتقة الأبعاد العامة الإنساني الدولي اللي أنا حكلمكم اليوم عنه فطبعا إحنا بننهي عام 1443 بمنتهى القوة وبمنتهى التفاؤل وبنبدأ عام جديد عام 1444 هجرية بتفاؤل أيضا وبقوة إن شاء الله المنظر أو الرسمة اللي أنا سمتلكوا دي زي ما أنتم شايفينها عندكم في الصورة هي الفكرة المبادرة كنت أنا يعني دائما حينما أرجع وأوقف في إسطنبول أتفق أتصل ببعض الجماعات المحلية سواء كانت يمنية أو سورية عشان نعمل ورشة عمل وده كان دايداننا في العشر سنوات الفاني المرة دي قلنا لا مش هنعمل ورشة عمل تقليدية هنعمل ورشة عمل غير تقليدية يعني إيه غير تقليدية ورشة عمل إحنا نحط فيها فكرنا ورؤيتنا وأبعادنا اللي إحنا عايز نحقها لعمل الإنساني الدولي أراء نحنا ثقافتنا نحنا أفكار نحنا فلسة يعني عقلتنا تاريخنا إلى آخر الرسمة اللي قدامكم دي هي تعتبر هي فكرة المبادرة اللي إحنا عملناها من 26 ل28 يوليا في مدينة اسطنبول وكانت شيء أكثر من رائع والفضل فيه سبحانه وتعالى كان يرجع لله سبحانه وتعالى ثم للشباب اللي أنجحوا مثل هذه المبادرة أو مثل هذا الملتق أنتوا شايفين في الرسمة دي فيه أربع أو خمس مكونات مكون واحد الأسفل اتنين وإيه فيه العاميد ثلاثة وأربعة على الجانبين فيه خمسة اللي عملة زي شكل اللي هو التفجير التقاه من قبلة الهيدروجينية في نجازاكي وهرشيما في الحرب العامية التانية دائماً يا شباب لما نيجي نعمل فكرة لابد أن نعمل لها رسمة هندسة كل خلق الله سبحانه وتعالى ربنا جعله بناءً على رسوم هندسية متماسكة متنسقة متكاملة مع بعضها البعض فعن أي فكرة أو أي طرح يعني مثلاً كنتنا مفكر على الأنفس النفس المطمئنة واللوامة وكل أمارة بالسوء إلى خير أننا نحولها إلى رسم هندسي فأي فكرة عندكم يا شباب عشان تعرفوا تنجحوها حولوها إلى رسم هندسي ده الرسم اللي قدامنا ده فحنا نقول أن في واحد واثنين دول يعتبر القعدة الأساس ثلاثة واربعة اللي هم على الجانبين يعتبر الأعمدة اللي هم بيكونوا الهيكل وخمسة ده المنتج اللي هنتكلم عنه يعني إيه الكلام ده بقى ده اللي هنتكلمه في الشريحة القادمة هنا احنا عملنا ملتقى يعتبر إعجاز والفضل فيه والتوفيق كان لله سبحانه وتعالى ثم لكوكبة كبيرة من الشباب حوالي 16 أو 17 شاب وشابة من بلدان مختلفة بعض الجامعيات الصغيرة اليمنية والدولية اللي نشأت في مدرات المتحدة الأمريكية زائد تركيا زائد المغرب العربي في جهد مبذول وفي حب وفي توفيق وفي روح الأمر ما بيجيش كده اعتباطا زي ما بعض الناس اللي وقت يقولوا بعد الكورونا نشتغل من البيت أنا أقولهم لا البيت ده ولا مؤخزة نقعد نقشر فيه بطاطس ونقشر فيه بامية ولا نقم مع بامية إلى آخر لكن العمل المجتمعي والعمل الإنساني والعمل الخير لابد يكون في الميدان يبقى احنا نشكر الله سبحانه وتعالى عن نجحنا في هذه الثلاث أيام دول ليه لأنه كان فكرة بسيطة جدا احنا عايزين نعمل ملتقى نتحدث فيه عما نؤمن به لا عما يتحدث عنه الآخرين لا عما يتحدث عنه الآخرين فلذلك رسمت رسمة دي قدامكم فيها بناء قاعدي بناء الأساس القاعدي اللي أرجع له مرة تانية عشان الإخوة يشوفوها والأخوات يشوفوها اللي هم واحد واثنين واحد واثنين نمرة واحد اللي هي بتكون خصائص الشخصية بتاعتي وبتاعتك خصائص الشخصية بتاعتي وبتاعتك اللي بتتكون من الإيمان والعلم والتعلم والمعرفة والتقربة والخبرة والابتهاد الإيمان والعلم والتعلم والمعرفة والتقربة والخبرة دي نمرة واحد يعني الشخص اللي حيخش عشان يحاول يحدث تغير مجتمع منشود لابد له أو لها أن تكون فيها هذه الخصائص الشخصية بتاعتك اللي هي الإيمان والعلم والتعلم والمعرفة والتجربة والقبرة ويوجد تلك المعرفة ممكن نضيف عليه أشياء أخرى ينمر واحد في البناء الهيكلي لفكرة الملتقى اللي احنا عملناها يوم 26 و27 و28 أو اللي احنا عملها في مستقبل الجزء التالي من البناء هو برضك قاعدي أساس برضك فيه إيمان نمرتين نبص برضك على الرسمة ocaعها مرة تانية لكم هتلاقي نمر واحد تحت اللي ماشى بخطوط الميلة اللي هي فيه إيمان في أخلاق وفيه فكر فيه ثقافة فيه قيم وفيه فلسفة فيه تاريخ فيه بحث علمي فيه عقيدة يبقى ما مرة تانية الإيمان يدخل في كل شيء الإيمان يدخل في كل شيء إيمان وأخلاق وفكر وثقافة وقيم وفلسفة وتاريخ وبحث سلم وعقيدة ويمثل هذا الجزء الثاني من الأساس بتاعت الفكرة مصار لإيه؟ مصار الأبعاد مصار الأبعاد أقولها مرة تانية الأبعاد التي أغفلت عنها مؤسساتنا أغفلت ذكرها ليه؟ لأنها لا تمثل مصارات الأبعاد قادرة على تنمية موارد مؤسسات مادية بجلش فلوس وبالتالي المؤسسات العربية والإسلامية بتستثمرش فيها ليه؟ لأنها مجيبش فلوس ما حالش بيكلم عن الثقافة حالش بيكلم عن التاريخ حالش بيكلم عن الفلسفة حالش بيكلم عن الفقه حالش بيكلم عن القيم الأخلاق إلى آخر بس بنتكلم إزاي نجيب فلوس يعني أنا أعرف مؤسسات بدون ذكر الأسماء تصرف في السنة مليون أو اتنين دولار عشان تجيب فلوس لكن ما تصرفش عشان تراف دولار علشان واحدة من السبع أو ثمن أبعاد لنا ذكرتهم دول وده يعتبر انكفاء في الفكر أو الفهم لأبعاد العمل الإنساني وقيمة العمل الإنساني ويمثل هذا مسار الأبعاد التي أغفلت المؤسسات ذكرها لأنها لا تمثل مسارات الأبعاد قادرة على تنمية موارد المؤسسات المادية وبالتالي تستثمر فيها غربية المؤسسات وعميقة وعميقة ولا نستطيع أن نغطيها ليه؟ لأننا ما بنهتمش إلا بالشيء اللي بيجيب فلوس ما بيهتمش بالشيء اللي بينمي العقل والقدرة ويصنع تاريخ ويصنع حضارة حتى أن بعض الناس بيقيسوا المسافة الزمنية بيننا وبينهم بمئات السنين ولكننا لو اهتمينا بالإيمان والأخلاق والفكر والثقافة والقيم والفلسفة والتاريخ والبحث العلم والعقيدة لا رجمنا هذه الفجوة أو الهوة إلى آخر لكننا لا نؤمن إلا بماديات العمل ليس بأخلاقيات العمل أو التاريخ العمل يعني إحنا هندرس لأولادنا بعد أنه ما موت مثلا أو كلنا جيل بتاعنا يروح هنشيب إيه لأولادنا ماذا فعلنا؟ ما فيش ما كتبناش ما بتصمرش في البحث العلمي ومنستطيع في الكتابة التاريخ ده بالنسبة للقاعدتين الأساسيتين عندنا قاعدة المدارات وقاعدة اللي هو الخصائص الشخصية المجتمعين أنا كلمت عنها ده بالنسبة ليه اللي هم البنائين اللي هم اللي تحت خالص رجعهم تاني عشان اللي ما شافش من أول مما واحد واثنين شايفين يا شباب واحد واثنين طيب طب ثلاثة واربعة دولة بيعملوا إيه؟ اللي هي المجموعة التانية هي أعمدة بنسميها أعمدة هيكل بناء بتاع الفكرة كلها وبتاع المبادرة أنا كلها بتكلم على شكل المبادرة اللي احنا بنعملها والفكرة هي أعمدة أعمدة الأدوار العليا أو ما نسميها أعمدة هيكل البناء تتكون من مجموعتين مجموعة على يمين شايفين أنا؟ مجموعة على الشمال مجموعتين متساويتين متناسقتين من الأعمدة ويمثل كل منهم مصار 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 لأبعاد ووظائف مختلفة حذاري إن إحنا منعرفش نرسم فكرتنا حذاري إن إحنا منعرفش نرسم خريطتنا حذاري إن إحنا منعرفش نضع نقاط على الحروف أو اللي هنسميها إيه؟ معالم على الطريق حذاري فالأعمدة المتوازية دي هي متناسقة ومتساوية في كل شيء لكنها كل واحد فيهم عنده أبعاد مصار لأبعاد ووظائف مختلفة فالأولى اللي على يمين اللي هي البناء الثالث أرجعها تاني عشان يورها لكم اللي هي فيه ثلاثة وفيه أربعة اللي على شمالي أنا وعلى يمينكم انتم دي بتمثل إيه؟ بتمثل دي ثلاثة بتمثل الجزء البرامجي العملي التطبيقي اللي إحنا بنحتاجه في كل عمل مؤسسي داخل المؤسسة وفي المجتمع وفي المجتمعات الأخرى يبقى البناء الثالث اللي هو في المجموعة الثانية بيمثل الجزء البرامجي العملي التطبيقي الذي تحتاج المؤسسات الاستمرارية تنفيذ برامج عملها وتلتزم فيه بكافة المؤسسات وتلتزم بيه كافة المؤسسات إيه هو بقى البرامج ده؟ لو فيه البرامج الميدانية أنواع الاستجابات الإنسانية إدارات الهيكلية بناء خضيات العاملين تنمية الموارد البشرية والمادية الحوكمة المؤسسية وضع السياسات والقوانين والمعايير المؤسسية المراجعة والمحاسبة التتابع القيادي تتابع بناء خيالات المستقبل من أجيال التواصل وبناء الجسور والشركات والتحالفات ده هذه الأشياء إحنا نحتاجها يوميا يوميا في كل أعمالنا طيب كنا نستغل على المستوى الاجتماع المجتمع المستوى الاجتماع كنا نستغل مؤسسات الإنسانية أو مؤسسات التنموية وده اللي احنا نسميه اللي هو البناء الثالث في الأعمدة دي اللي هو الجزء البرامجي العملي التطبيقي لا يمكننا أن نمشي من غيره طيب كنا مؤسسة كبيرة أو مؤسسة غيرة طيب الجزء إيه البناء الرابع اللي هو على الشمال على يمين بتاعي يعني على الشمال بتاعكم اللي عميد لقدامكم دي كلها شايفين الصورة أرجعها تاني بقى اللي هو فيه إيبه اللي هو المجموعة الرابعة دي البناء الرابع ده يمثل الجزء التقدمي الفورورد الفورورد التقدمي المتواكب مع متطلبات العصر حذاري إنها نعيش في أمهم أو نعيش في حارة ظلمة أو نعيش في غرفة مظلمة لا نرى فيها إلا أنفسنا حذاري المجموعة الثانية اللي هي البناء الرابع اللي هو علمين من العاميد يمثل الجزء التقدمي هنا في الفكر في الرؤية في البصر في البصيرة في الممارسات في حق المجتمع التقدمية المتواكب مع متطلبات العصر الذي نعيش فيه اللي منها بقى إيه بقى الإعلام والإعلام البديل إحنا عندنا الوقت الإعلام البديل أبقى أصبح من الإعلام التقليدي المؤثرين المجتمعيين برامج تكنولوجيا التأثير الاجتماعي الميتافيرس يعني إيه ميتافيرس اللي ما بعد العالم الطبيعي الملموس ما بعد العالم الطبيعي الملموس المخاطرة إيه دور السياسة في العمل الإنساني دور الاقتصاد في العمل الإنساني دور التخطيط الاجترجيلي في العمل الإنساني إيه هي أنواع الدمراويسيات في دمراويسيات شعبية في دمراويسيات إنسانية إلى آخر التحليل الاستشرافي المستقبل ما هي الانتماء للمؤسسة أو للمجتمع أو للوطن أو للتاريخ أو للعقيدة أو للفقه إلى آخر الهوية هوية الإنسان ثم هوية مؤسسة والشخصين المؤسسية وغيرها تضيف عليها أشياء كتلة جدا يبقى الأعمدة المتوازية المتناسقة المتكاملة دي واحد فيه برامج والتاني بيمثل الجزء التقدمي المتواكب مع ماذا؟ مع متطلبات العصر حذاري أن نعيش خارج العصر الذي نعيش فيه نعيش فقط على التاريخ لقد صنع أجددنا حضارة وانت صنعت ايه لقد صنع أجددنا علوم وانت صنعت ايه وانت صنعت ايه ما صنعتوش حاجة ما صنعناش حاجة أسكت أسكت ونخرص هم عملوا احنا ما عملناش المتواكب مع متطلبات العصر يبقى تعلمنا علشان يخرج شباب يستطيعوا أن يجدوا وظائف وأعمال وفي مهن يحتاجها المجتمع الآن وغدا مش مجتمع الخمسينات أو داربعينات أو التلاتينات ده اللي هو الجزء التاني أو البناء الرابع من العواميد اللي قدامكم في الصورة أرجعها لكم تاني مرة علشان تشوفوها شايفينها يبقى تحت فيه الأساس القاعدي في اتنين واحد واثنين بعدين الأعمدة المتوزن المتساور المتنسخة دي وعش فيه من البرامج والتاني ليه هي تواكب مع متغيرات العصر أما الخامس هنتكلم عليه الآن جيم اللي هو الجزء الخامس بقى البناء الخامس أما الخامس ده نظرية ماذا بعد حذار يا شباب وأتوسل إليكم وأبوس إيديكم وأخدمكم ورؤوسكم أن تعمله شيء لا يوجد فيه ماذا بعد لا نعمل المؤتمر من أجل المؤتمر والورشة من أجل الورشة والبحث من أجل البحث والقول من أجل القول لكن نعمل هذا من أجل ماذا بعد القول والمؤتمر والورشة طب احنا عملنا مؤتمر وعملنا ورشة وعملنا لقاء وعملنا وعملنا وما طب حنعمل بعد كده فنأخذ المؤتمرات عشان نبني بها أشياء فيما بعد لا لحن نتكلم فدي نظرية أو دي منظومة ماذا بعد فيما بعد ما هي فلسفة منظومة ماذا بعد ما هي فلسفة منظومة ماذا بعد هي تنبثق من إدارة التفاعل التفاعل ده حسب من مين ومين بين خمس أبنية الأربعة لواحد واثنين من أسفل لأثل ثلاثة واربعة من أعلى ماذا بعد هي فلسفة منظومة فلسفة منظومة ماذا بعد تنبثق من إدارة التفاعل إنه لابد يكون في تناسب ما بين الأربع أبنية أو الأربع أبنية الموجودة نمر واحد زي ما نشافين في الصورة في القاعدة اللي هي الأخلاقيات الإنسان نمر اتنين المصاري البرامج نمر ثلاثة واربعة اللي هو البرامج زائد تواكب مع مؤاية متصلبات العص لابد يكون في تنسيق وإدارة لهذه الربعية ودي اللي حتم تجدينها الشكل اللي عمل زي انفجار بتاعت القنبلة بتاعت هيروشيما ونجا ذاك اللي انت شايفينه فوق ده العمل ده السحاب وطالع من النص أو عمل زي اللي هو النباب بتاع المشروم شايفينه يا شباب أنا حتركوا ازاي في الزوم ده لماذا بعد وتتكون من إدارة التفاعل بين إيه بين القاعدة المؤسسية والمؤسسة للهيكل اللي هم واحد واثنين مجموعة الأعمدة البرامجية العملية التطبيقية اللي انما ثلاثة مجموعة الأعمدة التقدمية المتوقبة مع مطالبات العصر ده كان السكرة الكبيرة اللي احنا عملناها وثم ننتقل بها إلى نظرية ماذا بعد فلزاما علينا أيها الشباب والشباب والشباب الزاما علينا أن نفعل التالي من أجل إحداث هذه المسيرة وأعلان الأذان لعصر إنساني جديد قائم وفق معايير وثقافات وأخلاقيات وفلسفات وقيم وفكر وتواريخ إنسانية لم تتداول من قبل نصبح فيها نحن القادة بإذن الله عز وجل أو نكون شركاء في القيادة ثم علينا أن نجد آليات لتنفيذ مشاريع وبرامج مدارات هذه المسارات وفق خريط الطريق معالمها واضح مش فقط إن إحنا بنحط نظريات لا نشوف إيه الآليات اللي إحنا ممكن نزفز بين مشاريع والبرامج علشان نستطيع أن نحققها من خلال خريط الطريق لها معالم واضح لها معالم واضح أمر مش بها مش مش اعتباطا مش انفعالا مش يعني شيء كده يعني بالحظ لا تخطيط وعمل وجهد وبذل ورؤية وإيمان ده الشكل العام بتاع نجاح اللقاء اللي إحنا عملناه من 26-28 يوليو في مدينة اسطنبول مع مجموعة من الشباب أنا بس حذكرت هذه الأسماء لكي أنحني إجلالا للمجهود اللي هما بدلوا وغيرهم الأخت الأخت رازان الأخت سعاد الأخت إلهام الأخت بيان الأخ زكريا الأخت فاطمة حرسي الأخت هاجر علي الأخت خميرة خياتي أخونا الحبيب حمادي الأخدر وقام الحديني إسماعيل فضائل محمد طارق كل دول شباب أغلبهم مش موظفين في أي جماعة من الجماعات بل هون كلهم مستوعين ومستوعات لكنهم بمجهودهم وبإيمانهم وبروحهم وبفعاليتهم في بذلهم يستطاعوا أن ينجحوا هذا اللقاء على مدة ثلاث أيام ممكن تعملي ميوت الأصوات هم هؤلاء الناس وغيرهم في بعض الشباب كانوا وقفين محدش عرفهم وغيرهم لكن هم كانوا نسبب النجاح بعد الله سبحانه وتعالى دول أسماء الشركاء كلها جميعات صغيرة لكن استطعنا أن نضع أول خطوة أول خطوة على طريق إحداث التغيير وأتمنى منكم أن تساعدونا في المستقبل لأنها دي رؤية دي رؤية مش رؤية شخص واحد رؤية مجموعة من أشخاص مجموعة من الشباب والشبات جهد مبذول غير عادي والتكريفة مكنتش يعني خرافية بالعكس التكريفة كانت بسيطة جدا ولن تتوقعوها لأسه كان ما تحدث المؤسسات دولية وتدفع عشرات الآلاف من الدولارات أو اليوروهات أو الجناهات أو الجناهات فيه لقاء زكاة ثلاث تيام كانت أقل من عشرين أو اتنين وعشرين ألف ترار على مدة ثلاث تيام لأنه كان فيه روح كان فيه إخلاص كان فيه عزيمة وكان فيه تفاعل وكان فيه إبداع عند كل شخص دخل في هذه الأماكن خاصة الجمعيات لأنه ذكر أسماءها موجودة في هذه اللوح أو الشريح تخيلوا أن هذه الكوكبة أتت أتت خبرتها غير عادية على مستوى العالم كله أقروا أسماءهم تعرفوا عليهم شوفوا تاريخهم شوفوا إنجازاتهم كلهم أتوا وغيرهم أتوا محبين أتوا مؤمنين أتوا راضين أتوا فعالين ومفعالين لأن كل واحد فيهم عنده رسالة ويؤمن بمهمة هذه الرسالة وعنده رؤية وعنده هدف أو عندها هدف من الشباب ومن الرجال كيف الدكتور عصام البشير أو الأستاذ عدح قنفر بتاريخه أو الأستاذ أسعد طاب بتاريخه أو دكتور إيهاب سعد أو سعد السفير عطاء المنان بتاريخه أو الدكتور عبد الرقيب أو الأستاذ أنا بس بتاريخه اللي هو العميل العام ال-IDSP أو الأخت بان الصباغ اللي هي شاب بس رجل وهي كب بتخل المؤتمر أو الدكتور سفعب فتاح بتاريخه أو الدكتور طارق عفيف بتاريخه أو الأستاذ قائد العيسى أو الأستاذ محمد نجم بتاريخهم الناصع أو الأخت مروى العيسى مروى عيسى أو الأستاذ شهاب العريفي دي مجموعة غير عادية من الصعب أو من المستحيل تجمعها في مكان واحد لكن الذي جمعهم هو الذي أين بين قلوبهم وبين الفكرة وبين المفكرين في إقامة هذا المنطق دي بقية مجموعة أختنا في ريال بتشتغل في كونسيرن انترناشنال وورد وايد وفي شمال ميماني في أخلاق اسم العالمية وللالي حسو وعبد الربي بن الصحراء وعمار السوادي وخول العيسى ونجلاء الشيخ وقام الدين ومحمد محفوظ وجمانا ودكتور هبراقوف طبعا كلنا عارفينها واخونا الفاضل علاء الزيات مانت علاء الزيات ومحمد طنطاش من آية شيتش ودكتور حجيج ودكتور حجيج جاي من المغرب ودكتور زايد جاي من أردن واخونا الشاب الجميل أشرف مسلم وغسار الكحلوم جاي من الكويت من قترة قصدي وهكذا وهكذا هذه أنا بس بقولي نحن عندنا قدرات وعندنا خبرات وعندنا فعاليات علينا نعلم أو نتعلم كيف نجمعها في بوطاقة من واحدة لتظهر لنا الطريق المستقبل دي صورة لبعض المشاركين وياسة لكل المشاركين والحمد لله إن عدد مشاركة للأخوات ازداد عن ورش العمل السابقة وأصبح في الورشة دي قرابة يمكن حوالي 20 ل 25% وأتمنى إن في المستقبل يكون أكتر من كده إن شاء الله دي شهادة قتلنا في الآخر قتلنا كلام كتير جدا من المشاركين ذاعد من من تاني من اللي هو المحاضرين الشهادة دي أنا مش حول اسم صاحبها وأنا كتبت فيها وشهادة شهادة من أهلها أهلنا مش أهلها فهو مننا بيقول فيها إيه الدكتور المحترم وصليق فلاني فلاني دهو أنا أرجو في البداية أنك نلت قسطة من الراحة جزاك الله خير تعويدا على الجهد الذي بذلت أنت والشركاء لتحضير وعقد ومتابعة توصيات هذا اللقاء الهام في المقام الثاني ممتن لمنحي هذه الفرصة التي أعتقد أنها كانت غاية في الفائدة لتغيير الصورة النمطية إذ كنت في السنوات كعلماني يعني أتكلم أنه هو رأيه علماني أو فكره علماني أتصور أن المنظمات ذات الطابع الإسلامي محدودة المرونة وغير قادرة على اختراق مورثها الفكري وأنها تحصر ذاتها في التاريخ وتراعي متغيرات العصر هذا التصور اهتز بقسم كبير منه مما لمسته في الديناميكية والروح العالية الساعية نحو فهم الواقع والتأثير فيه وتغييره هذه واحدة من دروس التعلم الهام يتكلم من منظور الفكر بتاعه وجزاء الله خير كنت ما زلت أراك أو يعني مش عايزة لأريد أنا شخص الموضوع حالة ستنائية بيتقبلك ده بد نحن وكلنا كهذا للمختلف والحوار معه أو للمختلف والحوار معه بتوسع يشمل كثير ريد من أصحاب المنهج الإسلامي ليش ملك كثيرين من أصحاب وهنا لابد أن لا نعزل أحد ولا نخسر أحد ولا نستثني أحد وأن ندعو كل أحد لأن كل مننا عنده قدرة على إيصال فكره وعلى إيصال ما يريد أن يأخذ بيه المكتبة فهم الواقع وهو تأثير فيه وتغييره هذه واحدة من دروس التعلم الهم كنت ما زلت أراك حالة ستنائية في تقبلك المختلف والحوار معه واذا يدعوني لعدم التردد لمشاركة بأي أمر تكون مش أنا أنا مش عايش شخصنا بس لما أقولها ليه لأنه كيف كيف نجذب الآخر كيف نجذب الآخر ما منحته ما منحته الأيام الثلاثة لأن هذا النمط من التفكير يتوسع ليشمل كثيرين من أصحاب المنهج الإسلامي وعليه بالمقابل أن يشمل كثير من أصحاب الفكر العلماني إذ لم نجني من حروب التواحين الهواء بين الفكرين إلا مزيدا من الغياب الحضاري أشكركم بكثير من الاحترام لجهدكم المخلصة في اختلاق آليات التفكير النمطي وكسر التعود والرضى المرتهن للتكاسل وتحفيزك تحفيزكم من الابتكار والتجريب واقتحام ما هو صعب قد وجهت إليك في عرضي تلميحا حول المحور السابع لعمل مداني واجعل النتائج تهم يعني ما نهتم بالنتائج واصلوا لأن ذلك سيحدث خضراتنا جميعا على جعل عدم هنا الرسالة واضحة لشباب أننا لابد ألا نقص أحد ولابد أن نشرك من يريد أن يشترك معنا في فكرنا وفي رؤيتنا وأشكر صاحب هذه الرسالة التي كانت موقع ليس لي فقط ولكن لنا جميعا أختم برسلتي إلى الشباب قائلا لقد أنجح هذا المؤتمر أنجح هذا المؤتمر والحمد لله 17 شاب المتوعا لم يلتقوا من قبل ولم يعرف أحدهم الآخر من أصول سورية مغربية يمنية مصرية سعودية سودانية وده مزيق جميل جدا من أمه العربية والإسلامين منهم جلسة في القاعة ومن من كان عبر المنصات التواصل بالتماعي نصفهم لم يتقاضى أجر واثنين تكبدوا مشقة السفر وتكريفة الإقامة في فندق والأربعة الباقون كانوا من عاملين في الجمعيات ولكن النجاح كان يعز إلى روح هذه الكوكبة من الشباب روح هذه الكوكبة من الشباب روح هذه الكوكبة من الشباب لم يكن هناك وقت محدد للعمل والجميع يعمل وفق معايير إنجاح الملتقى أو بدون إمكانيات أو حوافز أو إطراء لم يعرفهم أحد من الحاضرين فهم الأبطال الذين لا يعرفهم أحد ويتحدث عنهم أحد تغشتهم السكينة والروح والحماسة التي أعلنها سارقة على الآخرين نحن نؤذن لعصر إنساني جديد نقوده بثقافة وأخلاق وفلسفات وقيم وتواريخ إنسانية جديدة لنكون فيه القادة أو على الأقل الشركاء الفاعلون في قيادة هذه المساياة إنسانية الدولية الجديدة وتعلموا أيها الشباب أنكم قادرون على إحداث هذا التغيير المجتمع المنشود على المستوى الدولي وليس على المستوى المحلي فقط ونتعلم أيها الشباب جميعا أن اشتجابة هذه الكوكبة من النجوم أننا ذكرتهم من قبل والأساتذة والخبراء قد جاءت لأنهم جميعا أصحاب رسالة ومهمة ورؤية لتحقيق الهدف الأسمى من الملتقى وهو البدء في إحداث هذه المسيرة الإنسانية الجديدة والتي من أجلها أرادوا رسمة أتر وإرساء قواعد راسقة من هذه المسيرة الإنسانية الدولية الجديدة ولقرون تأتي ولقرون تأتي ولقرون تأتي ولقرون تأتي وأنا أعني هذا أعني هذا ولقرون تأتي هل الشباب أعلمه أن العالم في أثناء هذه الحقبة الزمنية المظلمة يتطلع وبشغف وعن كثب إلى ما استخدمون به من أعمال معجزة لتحدى وبيعضال المشاكل بأطفة الحلول وأنتم أهل لهذا وأنا نزكع الله أحد إنما حدث بين يومي 26 27 28 يوليو يعتبر ما نشبيه بالمعجزة وأن كان معصر المعجزات قال انتهى من قبل خلاص فيش معجزات بعد كده ما فيش أنبياء ما فيش رسول فوكتلك المعجزات التي حاب الله بها أنبياء شباب صغير في السن فكرة جديدة نجوم وعلماء ومفكرين مزانية تعتبر أقل من اليسيرة لكن في روح وفي إيمان وفي خلق وفي تفاني وفي إرادة وفي عزيمة وهذا ما أنا شبيه بالمعجزة ووقت تلك المعجزات التي حاب الله بها أنبياء أي وعد تشتكوا في المستقبل اللي ما عندكش فلوس تعملوا بها أي حاجة حذاري حذاري أبدا هذه الفكرة حينما بدأنا بها مع الشباب في الوكالة وشباب في المنتدى ما كناس عارفين احنا رحين بها فين لكن الله سبحانه وتعالى أنرى لنا الطريق توكلنا بها على الله بأساسيات اكسار الزكر كسر السلام عليكم رسول الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم واكسار السجود ثم بسرعة ياسين ده بالإضافة ده الجهد الذي بذل والفكر الذي وضعه عملية مش مشة ده الواشة فقط لا ده عملية فيه شيء روحي لكن فيه شيء بتتحرك به الجوارح نباحة السبعينة يومين 26 و28 يوليو يعتبر ما نشبهه بالمعجزات ونحن فخورونا بدننا وقيامنا وعدتنا والتقاليدنا وتواريخنا مش حاجة نزل عنها لأننا مؤمنين بها إنما حدث بأن يوم ست يومين 26 و28 يوليو يعتبر ما نشبهه بالمعجزة فوقتلك المعجزات التي حاب الله بها أنبياء لأن الذي قد اطلع على قروب هذه الكوكبة من النجوم ووجد فيها الإخلاص والصدق والعزيمة والإيمان والتواضع وأنه الصديقة وكل القيم هو الله لأنه قد علم أنهم أرادوا من ذلك أن يجعلوا كلمة الله العليا وكلمة ما دونه هي السفية فانيعلنا جميعا بكم ويتعلموا يا الشباب أن نجحكم هو فخر للإنسانية وكبوة لأعداء من عادة ومسيئات الحياة من عادة ومسيئات الحياة والحرية والكرامة والعزة ورفع المبادئ الإنسانية جديدة لا تفرق بين جين وجين وعرق وآخر ودين وعقيدة وأصحاب الثقافات والتواريخ المختلفة بل يتعلموا أن نجحكم مجمع وليس مفرق بان وليس هادم مقوم ولا يتبع لإعجاج صانع للإعجازات لا محبط للإبداعات يشارك الجميع ولا يقصي الغريب أو القاسي مقيما للعدل مانحا للحرية وليس مؤيدا للظلم ونشان لثقافة العبودية وعنتم يا شباب أهل لهذا أو أكثر من هذا فينمضي جميعا على بركة الله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولقص ما قلت في دقائق معدودة حتى نختم بإذن الله سبحانه وتعالى أن هذه الفكرة أو هذا المنطقة لم يكن مدبر منذ سنوات ولم تدفع فيه الأموال الطائلة ولم يجلس على مواعد فكرة الكثير من الكبار أصحاب القامات بل كانوا أغلبهم من المطوعين الشباب يبقى الشباب كانوا أصلي نجاح هذا اللقاء المنطقة بأقل التكاليف لكن بالإيمان وبالروح وبالعزيمة وبالبذل وبالفكر وبحب النجوم الذي يجم تلاتين شخصية أتت سوى شويتم أيام مرة أخرى شايفين الشخصيات دي كلها دي أمامنا صعب أنها نجمعها صعب لكن الله هو الذي يجمعها لنا في مكان واحد ولمدة ثلاثة أيام بهذه الروح العالية فنحن ممكن أن ننجز في هذا الوقت الصعب الذي يتهم فيه الأبرياء بأنهم مجرمين والأبرياء بأنهم إرهابيين والأبرياء بأنهم قتلة ورقعيين وتتهم بها أديان بالتخلف والرقعية إن الأمر معقودة بنواسي الشباب وأنتم إن شاء الله أهل لها ونحن نجمع ولا نفرق نقرب ولا نبعد ندني القاسة ونود القريب لا نختلف مع أصحاب العقائد الأخرى بل نتفق معهم على كيف تبنى الأوطان وكيف تبنى المسيرات وكيف تبنى الحضارات وكيف تقام النهضات هذه هي رسالتنا ونحن نعتز 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 بدنا وقيامنا وثقافتنا وترخنا وفلسفتنا وأصولنا ونحن أصحاب نهضات وأصحاب حضارات وأصحاب تاريخ ونصنع إن شاء الله بكم وبالأجال من بعدكم تاريخاً للمستقبل يزاكم الله خيراً ونلتقي يوم الخميس في نفس المحاضرة باللغة الإنجليزية كذلك والأسبوع القادم إن شاء الله هيكون لقاءات على منصات أخرى مع بعض الاستفسارات التي أعتتنا من الملتقى في الأسبوع القادم نضعها ونجيب عليها إن شاء الله مع أخونا الأخضر حمادي حمادي الأخضر وباء الشباب وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته